نستكمل الحديث عن الفصل الثالث من مكرر العلوم العامة فصل الفلك الموضوع الخامس كواكب المجموعة الشمسية الأهداف بعد دراسك للموضوع ده تقدر المفروض تقدر تقارن بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية اتنين تقدر تستمتق القصائص المميزة لكواكب المجموعة الشمسية النشاط الأول ما الفرق بين الكواكب الداخلية والخارجية في المقارنة القدامنا ديك بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية الكواكب الداخلية تشمل عطارة الزهرة المريخ الأرض الكواكب الخارجية تشمل المشترى زحل اورانوس نيبتون الكواكب الداخلية يطلق عليها الكواكب الشبيهة بالأرض الخارجية يطلق عليها شبيهة بمين بالمشترة الكواكب الداخلية صغيرة الحكم وزد كسافة عليه الكواكب الخارجية كبيرة الحكم وكسافة منخفضة الكواكب الداخلية قرية من الشمس الخارجية بعيدة عن الشمس الكواكب الداخلية سطحها صخري الكواكب الخارجية سطحها معظم ومغطة بالغازات المتجمدة سطحها مغطى بالغازات المتجمدة نبدأ ناخد كده كل كوكب ونتكلم عنه بشيء أو بنوع من التفصيل الكوكب الداخلية الأول أول كوكب فيها كوكب عطارد وهو أقرب الكواكب المجموعة الشمسية للشمس أصغر الكواكب حجما وكتلة وكسافة يصب رؤيته بالعين المجردة بسعب قربه من الشمس غلافه المغناطيس ضعيف لا تحدث عليه الفصول الأربعة الكوكب الثاني من الكواكب الداخلية كوكب الزهر يطلق عليه توأم الأرض بسبب التشابه بينهما في الحج والكتلة والكسافة يصعب رؤية سطحه بسبب غلافه الجوي الكسيف يلمع في السماء العكسية العالية بسبب كسافة الغلاف الجوي له يختلف عن باقي الكواكب في اتجاه دورانه حول نفسه الكوكب الثالث من الكواكب الداخلية كوكب المري يمين لونه الحمره بسبب وجود أكاسيد الحديد في تربته لونه أحمر بسبب وجود أكاسيد الحديد في تربته حجمه أصغر من عطارد حجمه أكبر من عطارد وأصغر من الزهر غلافه الجوي رقيق مما يسمح برؤية سطحه عكسيته للضوء ضعيفة بسبب غلافه الجوي الرقيق تحدث عليه ظاهرة الفصول الأربعة بسبب ميل محور دورانه الكواكب الخارجية كوكب المشترة أكبر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم تغطيه صحب كثيفة أسرع الكواكب دورانا حول نفسه يقمن دوره حول نفسه في عشر ساعات غلافه الجوي سميك وحرارته منخفضة يتكون سطحه من الهيدروجين السائل يحتوي لبه على عمواد صخرية ومعدنية نتابع الكواكب الخارجية كوكب زحر ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم كثافته أقل من المي يتميز بحلقاته الواضحة الحلقات اللي قدامك دي دي حلقات حولين بتضعها ليه دي من الوحيد اللي حوليه أو مش الوحيد دي أكبر حلقات واضحة عنده دي هو كوكب زحر يعتقد أن سطحه يتكون من الميسان والإسان كوكب أورانوس كوكب أورانوس له غلاف جوي كثيف ما يجعل عكسياته جيدة يتكون غلاف الجوي من الهيدروجين والهيليم سطحه مغطى بالهيدروجين السائل له حلقاته لكنها ليست متميزة مثل من زحل كوكب نيبتون كوكب نيبتون يطلق عليه الكوكب الأزرق أبعد الكواكب عن الشمس غلافه الخارجي يشبه غلاف أورانوس يتميز بوجود بعض الأعصير في النهاية لخص ما تعلمت من الموضوع ترجمة نانسي قنقر